موسيقى مشاهدين أهلا بكم نطل عليكم اليوم بحلقة جديدة من برنامج البعد الرابع وفيها الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة تقارير تجارة الحرية التي أعدت في الولايات المتحدة الأمريكية مصطلحات كثيرة نعرفها لا نتعمق غالبا فيها ولكننا نحاول فهمها تماما كمصطلح للتجار بالبشر ولكن المفارقة أن غالبية المعلومات التي لدينا مغلوطة أو منقوصة لذا وبعد الدراسة رأينا أن نتوسع في هذا الموضوع ونبحث حوله وقع الاختيار على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع بالذات خاصة لأنها ومنذ 13 عاما لديها قانون مختص بمكافحة هذه الجريمة أثناء البحث والترتيب لهذا الموضوع رأينا أن نبحث عن اسم الأردن وشركاته لنجد أن هناك حالات لشركات أردنية منخرطة بهذه التجارة بأمريكا الأمر الذي أكد لنا وجوب استكمال تحقيقنا أعددنا سلسلة حلقات أسميناها تجارة الحرية نسلط فيها الأضواء على التجربة الأمريكية في هذا المجال بهدف الاستفادة من خبرة تهم الإنسانية قسمت الحلقات لثلاث الأولى توثيق لتجارب ضحايا حقيقيين ومنهم من كان ضحايا لشركات أردنية الحلقة الثانية تتحدث عن المؤسسات والهيئات التي تهتم برعاية الضحايا والوقايا من هذه الظاهرة إضافة لوضع منطقتنا العربية تشريعيا وقانونيا القانون العربي الوحيد اللي فيه لاستصريح يعاقب المستفيد هو القانون السوري الحلقة الثالثة تتحدث عن المؤسسات الأمنية والهيئات الحكومية التي تكافح هذه التجارة وتسلسلنا فيها من المستوى الفدرالي وصولا إلى المستوى المحلي أنتنا لجملينا وصولا إلى المدينة والنان من الخام pratica الفدر الثانية والأسول مولد بسرئلة الناس الذين يريدون أن تستخدم جوهنائيين المتحدثين في السيكس المتحدثين يأتي لنا ونستخدمهم أيضاً بشيئات نحن المدينة 8,100 أشخاص نحن المدينة 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 المتحدثين يقومون بشيئات مدينة مدينة نحن 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 مدينة تتبعنا ظاهرة الاتجار بالبشر من تجارب الضحايا في الحلقة الأولى لنتبعها بتجارب المؤسسات والهيئات التي تعنى برعاية هؤلاء الضحايا في الحلقة الثانية ما دعانا إلى تخصيص هذه الحلقة للحديث عن الجهات الأمنية التي تعنى بمكافحتها ترجمة نانسي قنقر مكافحة جريمة ليس بالأمر السهل فوجودها أول خطوة نستند عليها للاعتراف بها ومن ثم مكافحتها ولكل جريمة خصوصيتها فلا نستطيع تطبيق آليات مكافحة الاتجار بالمخدرات مثلا على جريمة الاتجار بالبشر الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أوائل الدول التي بدأت مكافحة هذه الجريمة ما أتاح لها تكوين أجهزة أمنية متخصصة أو تخصيص دوائر وأقسام في أجهزة قائمة أصلا إلتقينا عدة جهات شرطية وأمنية تهتم بهذه الجريمة وعلى عدة مستويات من المراكز الأمنية المنتشرة في الولايات المتحدة مرورا بجهات على مستوى الولاية وصولا إلى الجهات الفدرالية على مستوى الولايات المتحدة ككل من الأقسام المتميزة في مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى الولايات المتحدة والذي فكرنا في عرض تجربته على سبيل المثال للحصر وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في بوستن التي أسست عام 2005 إذ التقينا المحققة دونا جيفن لتخبرنا عن طبيعة عمل الوحدة وأبرز ما يقومون به ومن افضل اني تتحولي موظفة ومشاولة سيطرح ومشاركة كتابة عمل في 2005 ومعمق التقديم بالقراءة ومعمق التقديم بالقراءة ومشاركة 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 من خلال الرسالة، ويساعدنا معنام بقيتنا صحيحة ومشاركة بعض المدفعات للمساقية للصور الذي يكون قادمين المؤسسين في غضب وإنهاء مفيد أحد من غضب الناس فقط أشخاصة في أشخاص ، وحديений ويوجودة لتحصيل النجوم أو العمل وإنهاء الخضار إحداث وإنهاء كفراء تعمل في الأفضل فكرة أخبر الوقت ينجب ان عراق بالرغ أسل trips الرغمى Аврогة شرطة دريقي أجουμε جانب أفضل عاشرة منه ببع Strategy وفرق اليسر يحتاج مزادة للظام Hernandez مزادة مميزة أما عن طبيعة ما تقوم الوحدة بمكافحته من أنواع الاتجار سواء كان الاتجار بالبشر بقصد الجنس أو العمل فأضافت لنا هناك ما يحفز تجارة جنسية في بوستن وفي مواسم معينة أيضاً وعندنا أنه تاريخياً هناك ما يسمى بنوادي التعري ولكن المشكلة لم تقتصر عليها فقط تقريب الوحدة بمنيات ملوانات الجنس أو التطور العمل لتعلق برسل ويلة جميعاً اليوم، اقتصر روح استخدام متحمولة ولكن كانت أقوموا مؤكسي تجارة هذا كان الجانب المعلن من عمل وحدة مكافحة للتجار بالبشر في بوستن أما ما يخص العمل بالخفاء كان لنا لقاء مع أحد الشرطيات اللوتي يعملن بالخفاء للحديث عن تجربتها ستبعنا نحن في جميع المعرقين بهما يستمرنا بالخفاء الجميع ويوانا نحن على أحد تجربة مناسبة لأحد ايام الأمور يستمر whoنا نشط على إيام عملية للبشر المواقع الإلكترونية المجمعات التجارية والمولات تعتبر في رأي الشرطية أكثر الأماكن خطراً فهي مكان يقصده تجار البشر للعمل ويقصده العامة للتسوق أو التسلية دون أن يلقوا بالا لشيء كهذا يمكن أن يكون أي شخص وفي أي مكان فلكل أسبابه ودوافعه ولكن التاجر أو المجرم يحدد نفسه بنفسه كما أكدت لنا الشرطية المتخفية نفس الشرطية المتخدمي لنا المتخدمين الذين يكملون أن يبقى أماكن الكثير من المتخدمين يكون الشهبية للإدنسان أو أنها العامة يجب أولاً يتعلى إنه يبقى أماكن مكون سيكون كما أن يمكنك أن يصبح من مرهن وأيضاً أن تساعده من الاشتراك أن يتم تحفظه مستقبل يأتي من المشكلة مما في المشكلة فيه في مصنع مفيدة و يتجه في التسجيل كما يتجه فيها أبناء في التسجيل تنظر إلى أن تجارب بحق أفضل و الأفضل تنظر إلى أن تسهل أفضل و أفضل أفضل لو كان يسهل أفضل وأن تسهل أفضل وتسهل أفضل فأو من يجب أن تسهل ويبدو أن يحصل إلى أن تسهل محولة انتقلنا من بوستن إلى أوهايو لنلتقي بفريق مكافحة الجريمة ضد الأطفال في أوهايو الذي يعمل على المستوى الفيدرالي التقينا بالمحاقق بيتر سوارتز لنبدأ حديثنا بالسؤال عن ما إذا كان الموقع الجغرافي لأهايو بالقرب من الحدود الكندية يؤثر عليها إن 7 years of doing the sex trafficking investigations I've yet to come across an international victim so I can't say that one way or the other but I can say that we don't see the international sex trafficking here in Toledo or northwest Ohio than maybe some of the other cities that you've talked to have had they've come a long way in the last seven years since I've been a member of the task force as far as safe harbor laws providing services so that the laws are getting a lot better than they were there's been a ton of work in Ohio to strengthen the laws at the state level for the prosecution of the traffickers and to require you know victims to receive services mental health services any services they may need to to assist them so it's come a long way in the last seven years with the victim services أما عن الأليات المتبعة في حماية الضحايا والعناية بهم فهي هنا أكثر حساسية من أي مكان آخر وخاصة بأننا ذكرنا بجزء السابق أن Toledo لها خصوصية أخرى من ناحية أعمار الضحايا وأنهم مواطنون إضافة لجزئية إمساك التجار عبر الإنترنت Pat Columbus We will interview the victim and from there we will begin we will contact our victim witness specialist get get her involved and from there we'll make contact with necessary agencies could be children's services إذا كان المنزل محلول إليه أو يجنو الأسفل ونزل المقرارات الكبير إذا أردام أنه محلول دائما تسيئه ونزل الوقت بالتعامل We'll open a case at our task force and we'll proceed to try to prosecute the trafficker بعض المختلف ways نظرنا بعض الاشتراكات مع بعض الاجتماعات أجتماعات هناك محلول في طولدو ترصب مربع خطوطة مجالة وفورنا حسناً أين نحن 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 بها سوف القناة أو لانترى السلطة وليس نحن مادم بها وننحن نحن 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 ونحن نجدها بها لwehورنا بالسلطة لإشراك في محظبات ونحن ب fraudلوم لديك محظمات وهذا يجب أن يكون مدرساتي بناسة من سبيل الموضوع والسيطاني وليس مدرساتي ويومون الأخباء ومحاولك التواصل الـ وامتالين الموضوع من خلال الموضوع لتعرفتهم أخدام لتعرف الموضوع لتعرف الموضوع فى الأولان الموضوع فى الأولان الموضوع فى الكنتبع ومحاول أن يكون مساعدة مع بعض الأمر ويوهدون أيضا But there, they will get the services they need and they are mandated. Sure, without getting into too much detail basically we know that there are certain websites on the internet and www.backpage.com is one of the main ones, it used to be craigslist and craigslist.com and they shut the adult services section down on craigslist. But Backpage.com is one that I can go to a website and look through advertisements on the website Which would be maybe 20-25 advertisements in Toledo for any one day But Backpage will have advertisements for every state in the country In multiple cities with people working as supposed escorts In my experience of doing stings, I've not had an opportunity Well, I should say that anybody who's advertising an escort are typically involved in prostitution And so what we'll do, we'll look at an ad, we'll determine We'll look at the ad to see if the person in the picture maybe appear to be very young If we determine maybe they're young, they're advertising, is they're 18 or 19 We will conduct a sting where an undercover detective will call that advertisement And maybe that woman would come to you at a hotel Or maybe we would go to them to a hotel And try to determine how old they are, what they're involved in If they're being trafficked, if they're out there doing it by themselves And if there's an investigation to be opened, we'll open an investigation Based on what we hear after interviewing that victim بعد أن مررنا ببوستن ومن ثم أوهايو وصلنا إلى نيوجيرسي فكان لنا وقفتان الأولى مع تريسي ثومبسون مديرة برنامج مكافحة الاتجار بالبشر التابع لمكتب مدعي عام الولاية لنلقي الضوء على جريمة الاتجار بالبشر في هذه الولاية تحديداً التي تتوسط الولايات المتحدة الأمريكية تقريباً تحديداً لنا عامار لنا سيصب شرخ مدر صبوع بل ياروا بعمل أحد لعبار خطو Tكتب عشان التحدث رب vi يؤدي أن تق 30404040٪ حيان الاشagan تكن بزرائي ر rapides. نجربًا يحدثًا من الجهاز يتعلقينو من البرأسيين مدربة خبرية الوصف. نظمًا نظاميًا سنة جنوًا مفيدة البرأسيين. نظاميًا المثال كزيرًاً بناسيينيين. نظاميًا تلك المدينة وصفة قادرة، نظاميًا نحن المنزل المترجم، نظاميًا مفيدة صفحتنا ويشارعًا تلك أقعب صفحتنا، المقصة المتحدة تحديث 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 في الثانية سنواتي سنواتي قبل المتحدة أستغلقاً تشغيل شكراً لونها. فإن أن تحول أن أخرى الأجزاء المت zobاء. ونحن نشارك ملتك بالقناة. ونحن نشغيل فإن أن تحول الوحيد مجدداً ونحن كيفية تفعل أشخاص المش энدى. لدينا حدثات كثير من التحوص المقاعدة لذلك استغلقاً. ونحن نضيف وتعني إنتقل الأخرى ان تبداع أخرى بالقناة. وقت رحلة إلى التأكش في مرتفعنا والمثال المعاركة ما يمكنك التقرير من أنظر إذا كانت خلالوا في ينصف موضوع من فإن سيكون قيدًا Yup. قد نتحدث بمثال Lavoisي شعور تجربة لحيثية العموزية المباشرة فيها في ظل السعي للعمل بطريقة منظمة ومبنية على استراتيجيات كما ذكرت لانا تريسي أصبح من الواجب أن نسألها عن ما إذا كان القانون يحمي الضحايا بمعنى الكلمة ويفي بالغرض إذاً إذاً عقوبة من الطراز الرفيع تليق بجريمة أبشع ما تقترفه الإنسانية إذا صح التعبير اللقاء الذي لم يكن بالحسبان وأيضاً في نيوجيرسي كان مؤتمراً صحفياً عقد أثناء تواجدنا في الولايات المتحدة للإعلان عن عصابة تعمل في التجارة الجنسية تم الإمساك وبها We're here to announce the take down of a major human trafficking and prostitution ring that was occurring in Lakewood, New Jersey, in a number of brothels in Lakewood. We've arrested the alleged leader of the human trafficking ring, Jose Cruz Romero Flores, 38 years old, of Lakewood, New Jersey, also known as Chato, and five of his associates, including his girlfriend. The arrests are the results of Operation No Boundaries, موسيقى موسيقى العمل في الدعارة ولكن بطريقة ابتكرها المتاجرون بالبشر لتكون إبداعية وليستغلوا ضحاياهم بكل السبل المتاحة معتمدين على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وهذا ما شرحه المدعي العام جون هوفمان موسيقى 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 الصوت الموائي بمجرد أدرس في المرحلة مجموعة النظم الواجبات المتحدة الصينية إنهم مجردَ لبسرق ومسرحونه أي شيئًا القاتل هو تجربة الموائع تجربة هذه المناطقة الطفل الواجبات سواكتب الأفضل أن أقعد أي مجرد اقربتكم والإطلاق تكونونيا في مجرد وجود من يعمل لحماية هؤلاء الضحايا على مدار الأربع والعشرين ساعة في اليوم وكل يوم ليس بشيء إذا ما قورنا ببشاعة الجريمة وما تترك من أثر على الضحايا ولكن ما يعزز ذلك هو التهم والعقوبات المترتبة على مرتكبيها He is charged with first degree human trafficking, second degree promoting an organized street crime, and third degree of promoting prostitution The first degree human trafficking charge that Romero Flores is charged with carries a sentence of 20 years to life in state prison The four additional male defendants were arrested the same day as Romero Flores واحده إذا رونات و فارثة و السوارة و فارثة 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 über dij troops ثلاثة ينبذ سيئ المشالة في الشعائقين المال و ثلاثة كسرقين و인드ا أيضا و سيئل المال الرمجين والشفاية و فارثة وفارثة وفارثة عدد رونات فارثة و عمله في 여러 طال子 ترتيز مرائحة للمريض الموجودين нормальноتاً المستوى ، قびändig الطاقة تقترب الناس ، سيدي يزال مجر SAS error أنه بسى قوم الثانية أوافهم وقومان crít34 أجوم الخاصة أكبر إنهم ثم أض mesل حال بالوظان wehr 키 tray يتعلمون بمثالثة الثانية للتعامل المثال الثانية للتعامل يتعلم مستقبل 10-20 عام في المنزل المثال الثانية للتعامل 5-10 عام في المنزل والثانية للتعامل 3-5 عام رهلة بدايتها أمل وفي أحسن الأحوال تنتهي بالألم إذا بقي الضحايا على قيد الحياة فمقابل ما يحلمون ويوعدون به يصطدمون بعدها بواقع مؤلم يمكن أن يصل إلى الموت أحياناً في الحلقة الأولى قلنا بأنهم كثيرون على قيد الحياة قليلون على قيد الحرية وفي الحلقة الثانية ختمنا بأنهم ضحايا بنظر الإنسانية قبل القانون وهم عينا تمثل الواقع لم نقصد بها التحديد بقدر نشر الوعي أما الآن فأصبح واضحاً بأن العبودية مزالت موجودة وأنا الأوان لمكافحتها إلى هنا نكون قد وصلنا لآخر حلقات سلسلة تجارة الحرية أملين أن نكون قد قدمنا الجديد المفيد وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج البعد الرابع اشتركوا في القناة